اشتركوا في القناة عنا يمكن مشكلة وحتى مرات ما منلحق ناخد ميكرو منسجل حتى يضل عنا كل الحكي اللي نقال ونحن نرجع من فينا نصيغن بنص معين بينما الديفايس الجيلة رح حكي عنا هي خبرية حلوة كتير قطعة كتير صغيرة فينا نلبسها فينا نلبسها بكذا طريقة فينا نعلقها مثل فينا نعلقها برقبتنا مثل ناكلس بكل سهولة او فيه كليب كمان بتعلق بالتيب هالديفايس هي بالتحديد فينا نقول مايكروفون هالمايكروفون عنده قدرات شوي زيادة لانه هالمايكروفون مع فينا نقول الابليكيشن اللي فينا ناخدها معه ونزلها على التليفوننا كل شي بنحكيه دغري بالترجم كتيبي يعني بنكتب باللغة اللي عم نحكيها هو الفكرة انه بياخد عشر لغات بالمبدأ اكيد عم نحكي هون بالانجليزي الامريكين انجليش اللي هني اختراعوها الهالديفايس هايدي اول لغة فينا نقول عدت تستعمل مشان هيك بمجرد عم نحكي كله كله عم ينزل عم ينزل بالابليكيشن والابليكيشن عم تسجلها حتى هي الديفايس شوفوا قدي صغيرة هي حجمها قد القوين مع لدز عليها اللدز هني حتى نعرف انه شغالي ولا لا فيها تسجل ببيلت ان ميموري او فيها بذات الوقت بس نرجع نوصلها على التليفان لان التليفان مش بضرورة يكون معنا بس نرجع نوصلها بلوتوث على التليفان بكل سهولة فينا ناخد كل التسجيل الحكي والنص كتابة يعني هون اول ديفايس ما انك مضطرة تكت ببقى صرت انا بكون عم بحكي معيك هي عم بتسجل كله عم ينزل كتيبة انت بتروحي على البيت بتشوفي اذا عندك اي مشكلة بالنص بمحال المحلات يمكن هالديفايس ما فهمت الكلمة اللي حكيت بترجع بتسمعي التسجيل سهل في اشي اذا ما معك ورق او قلم لحتى اللي تكتبون ما بيطلعون بس ما هي في افكار ما بتطلع ايه او صحيح اذا مش حامل القلم صحيح في افكار ما بتطلع يعني ما بتطلع بالحكي مش نفس الشي مية بالمية مية بالمية بس اكيد مفيدة الحلو انه لحتى تشغليها بكل سهولة او بتضرب عليها ويو تاب عنت او بتعمليها حلو ايشها ما بدك تنسيها بتخبره ايها بتخبريها وحتى اذا عم تعمل انترويو مع شخص كمان او شخص عم يلقي محاضرة او حالة شي بتسجل بتسجل وبتكتبلك يهون يعني انت بس عليك تتأكد انه التكست مزبوط مكتوب بطريقة صحيحة بيبقى شوية اخلاقيات تمنسجل لحدا ما معه خبر ومش عارف انه عم نسجل هلأ هي واضحة شوية اوقات بيصير اشي لما بتكون متاحة يعني بتصير هينة بالتكنولوجي بتصير فكروا الناس انه بيقدروا يستعملوها يعني هيك فلمت عليك وما عندهم اي اي مشكل تسجيل الصوت بيكون الشخص معه خبر لنسجل معك حق رح نتقل لتاني ديفايس بما انه بعدنا عم نحكي عن كل شي بيتعلق بالصوت عم نحكي عن الفويس اير كونيشن الفويس اير كونيشن لديفايس لكتير اشي صرنا هلأ عم نستعملها يعني تكنولوجي عم بتروح لمحلات كتير بعيدة فينا نقول مخيفة مخيفة مثل بلشت مع ابل بسيري كنت بتسألي سيري بتقليري شو بدك كل هدول الامور هلأ كمان مع امازون الكسا بذات الوقت في عندك الانترنت اف تينجز في عندنا ملتبل ديفايس كلهم بيشتغلوا على الانترنت هيدولي كمان حتى بكل بساطة ما تشيل التليفون وتفوت على الابليكيشن وتشغلي هالأمور على فينا نقول الانترنت اف تينجز يعني هالابليكيشن اللي بتعطي كوماند للديفايس ستتشتغل عمله تشيب تشيب كتير صغير هاتشيب كمان وهي بتقلع الديفايس يعني بدك تعرف شو فيه بالبراد واتفر او بدك تساجلي كاميرا بدك تشتغل تتسجلك الكوفي ماشين كمان تتذكر حكي معنهم كلهم بتفوت على الابليكيشن تتشغليهم الاسي تفوت على الابليكيشن كمان تتشغليهم هون بمجرد انك تحكي هلأ بس تعطيها كوماند من الفويس ريكونيشن بهيدا اللي تشيب صغيري صارتي بتقلع لحال تعملك قهوة الكوفي ماشين رح تعمل قهوة هلأ 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 التليفون وتفوت على الابليكيشن تحكي مع عابد إليلا هي لحالها بترجع بتشتغل أكيد مين مع الله بتعمل له أهول ولا أكيد بس أنه مانك مضطرة بقى حتى تكبس يعني شوف قديش ما بعرف هنا صارت شوي قلت خاصية أنا برأيي نعم لعفيك تكون مشغول بكثير اشياء تانية ومستعجل تستطيع تعمل اشياء ما بفروض تستطيع صحيح راح نتقل لشغلة كتير مهمة وحبيت كتير هذه الفكرة عادة نحن نعرف سيارات بلوسوا كتير الجو كلها بطلع من سيارات الدخنة السوداء كلها بتجمع هالكربون كلها بيجمع بالجو طبية الأزان بتتضرر من هالأمور في فكرة كتير حلوة Air Inc Air Inc هي فكرة طلعوا فيها أنه يجمعوا الكربون سيارات ويعملوا حبر والحبر صار فيك بمجرد أنك يعني ما أنك مضطرة تعمل له chemical processing لحتى تخترع الحبر أو تستعمل مواد كيموية كتير هون أكيد راح يظلوا يستعملوا قصص بسيطة لا يقدروا يعملوا هالحبر شوفوا شو بسيطة الشغلة عاب يجمعوا من الإشابة سيارة عاب يحطوا مثل فلتر صغير هالفلتر بيأخذ الدخن السوداء هالكربون ويطلع من الإشابة بيجمعون بعدين هن بيعملوا بروسسينج بسيط ما أنه كتير معاقد لألة لحتى يصير حبر وهالحبر بنهاية صار فيك تكتب فيه بكل بساطة منيحة منيحة يعني عم نخفف تلوّوس وعم نستعملهم مثل قصة الزبالة بس يخذ الزبالة وتحولية تدوير للريسايكلينج هن عم نعمل كايند آف ريسايكلينج للمواد المنبعثة من سيارات فهي دي لحتى تحافظ شوي على حافظ شوي على البيئة البيئة آخر خبرية آخر خبرية اكتشفوا هلأ العالم الشغالي كتير مهمة أنه مش بس إذا فينا نقول هيدا الشخص اللي اكتشف حرام هيدا صحان اكزاكلي رح اجع ونروح على الصورة مش بس بقولوا أنه إذا عملت ريجيم بتحافظ على صحتك وبتحافظ على لايئتك بينما إذا تنتبه لأكلك بطريقة كتير منيحة بيطول عمرك كمان لأنه اكتشفوا أنه في مواد بأكيد بالأكل كلها بتسبب بمحل من المحلات بتسبب ببروتيينات وقصص بالجسم هل فينا نقول هل مواد اللي عم نكلها أو هال كميات الكبيرة اللي عم نكلها اللي عم نزيد بأكلها بتخلي السيلز اللي عمنا في خلايا تنمى وهالخلايا إذا كتير طعميتها بتختير بسرعة هون لازم نخفف مش أنه إذا عملنا ريجيم بس لحتى نحن جسنا يضعف أو لنكون فت هي بالتحديد هون عم يحكوا أنه هالخلايا اكتشف أنه ما فيه أدل عم تتغذى كل الوقت إذا كنت بتتعب فيه إفرازات عم تتعب هالخلايا عم تتخلي تخطير فالواحد بيقصر عمره بمجرد أنه عم يأكل كتير مشان هون مشان هيك هون عم يقولوا أنه أداش ما نخفف أداش منكون صحيين بطريقة أكلنا فينا هلأ أداش مننتبه نطول عمرنا ما منوصل لهذا الصحن لأنه هذا الصحن عن جد بأزة يعني خس بالصحن لا لا لنوصل للخس الحجع فرشيك صورة لشخص بهذا خجم بأحينا ننتبه ما نوصل لهم بس أهم شي أهم شي أنه نضل عم نأكل بطريقة كتير سليمة وكتير صحية وهلأ أكيد رح نشوف مع راندا أكتر شي راندا ونتالي بخبرونا هذول الأمور وبيوعونا على طريقة الأكل لأنه بالنهية لا مع راندا ونتالي بتأكل يعني مش خاصة أبدا هي قصص العمر مكتشفة من قبل هذا الطبيب هو اللي اكتشف هذول الأمور وليه أنه صحيح طالما نعرف أنه السمنة بتعمل أمراض وتأصر العمر بس نحن نحكي عن خلايا الجسم اللي عم تشتغل في أذن كل الوقات عم تنضر من كترة الأكل سوء مشان هيك بليز انتبو عحالكم تانكيو فادي تانكيو لحلي رح ننتقل هلأ لا مواضيعنا تاني نحن نقوم أعطي فوكس أوروسكوب وأكيد كل الزملاء جهزين لفقرات كتير حلوة لليوم مثل عادي خليكننا